كانت متزوجة وزوجها عشرة عمرها الله يرحمه توفى من 8 شهور يعني أنا يعني بقول لحضرتك ربنا يجزيك خير عن الوفاء ده يعني الكلمات اللي حضرتك بتقوليها في حق زوجك الدموع اللي احنا سمعناك وانت بتبكي ربنا يجعله في موازين حسناتك ان شاء الله فهي بتسأل عن كثرة البكاء هل كثرة البكاء فيها حاجة لا يا سيد محمد ما فيش اي مشكلة خالص ان انت لما تتذكريه العشرة برضو ما بتهنش فبنلاقي الدموع بتنزل فما فيش مشكلة خالص ان احنا نبكي بس عايزين نخرج من الإطار النفسي ده مش عايزين نعيش الموضوع ده ودايما بقول لما نيجي نتكلم في الموضوع ده يا جماعة نكثر من الدعاء بتقول بعمل صدقات له والأمي والأبوية ينفع أجمع آه يجوز خالص ويجوز جدا يستم محمد اعمل صدقة جارية واقول الصدقة دي على روح زوجي وأبوية وأمي وأمواتنا وأموات المسلمين وان شاء الله الأجر يصل وان شاء الله تكون رحمة ونور لهم في قبرهم ان شاء الله طيب زيارة القبور هل تجوز ولا لا تجوز لا الزيارة جائزة جدا يستم محمد سيدنا النبي اذا ما قلت دلوقتي كده في موضوع الصلاة في مسجد فيه قبر أو ضريح سيدنا النبي قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكرككم الآخر نروح كده نعتبر ونتطعز نقرأ بعض الآيات وندعي ببعض الأدعية وأسأل الله عز وجل أن يتقبلها منك إن شاء الله اشتركوا في القناة